سيصل بران ودلان إلى مفترق طرق كبير بسبب حسن لأن دلان لا تريد أن يقتل بران حسن لكن على العكس من ذلك يعتقد بران أنه لن ينتقب إلا إذا قتل حسن في الحلقة القادمة ألن يستمع بران إلى كلام دلان وسيلحق حسن سوف يهرب حسن كما يهرب الفأر من القطة لكن بران سيجد حسن في النهاية مهما حدث ونتيجة لذلك سيعاقب بران حسن لكن بران لن يقتل حسن لأن دور حسن في المسابسة المستمر ولذلك فإن حسن لم يموت أبدا كما أن بران لن يقتل حسن من أجل الطفل ميران لأن بران لن يريد أن يتذكره الناس كأب قاتل بينما هو أب لطفله ونتيجة لذلك سيتبرع بران بحسن للطفل ميران لكن من المرجحان يطلق جواهر النار على حسن سيكون بران مسؤولا عن إطلاق النار على حسن من ناحية أخرى ستعتقد دلان أن بران قاتل وستبدع عنه في الواقع ستقبر دلان بران أنك لن تراني أو وجه طفلك مرة أخرى وتغادر بران لذلك على الرغم من الحقد دلان ستتلق بران سيقرر قدرة بي مغادرة القصر في هذه العملية لأن السيد قدرة لن يكون قادرا على الصمود في وجه كل الشرور الذي عاشها لكن السيد قدرة لن يتمكن من مغادرة المسرسل حتى نهاية موسم في الواقع سيبقى قدرة بيك في قصر كرابي حتى وفاته لأن السيد قدرة سيصاب بالشلل مرة أخرى لأن كل شيء سينقلب رأس على عقل في المعسم المقبل سيفعل حسن وفورة ما يريدون في قصر كرابي لأنه عندما تغادر جول وفورات سيتحول فورة إلى رجل سيء مرة أخرى وينضم إلى حسن ولهذا السبب سينتظر الجميع ألما عظيما بما أن بران وديران سينفصلان في نهاية الموسم من المسلسل فإن جواهر وحسن سينتصران من ناحية أخرى لن يرى بران الطفل ميران حتى حلقة الموسم الجديد لأنه بسبب جواهر وحسن سوف تهرب ديران والطفل ميران من القصر من المراجح أن ينتهي الحب بين هارون وياسمين بنهاية سعيدة لكن في الموسم الجديد ستبدأ المشاكل الزوجية بين ياسمين وهارون في الواقع إذا تغير كاتب المسلسل سيترك هارون وياسمين المسلسل بدلا من ذلك سيبدأ حب جديد في المسلسل إذن أهل تعتقدون أن ديران ستترك بران لأنها تعتقد أنه قاتل؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى